أهلا بكم في محورنا الثاني الحديث وفيه سيكون حول الهدنة والموقف الأردني من كل ما يحدث ورحب بيدو في الكرام ليلة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عريب الرنتاوي مساء الخير أهلا وسهلا ورحب أيضا بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهر أبطير أستاذ مهر أستاذ خير أهلا بك أبدأ معك أستاذ عريب وأسمع وجهة نظرك بالهدنة ابتداء التي من المزمع أن تدخل حيزة تنفيذ غدا صباحا يعني قبل الحديث عن الهدنة أعتقد أننا سنكون أمام ليلة ساخنة جدا في قطاع غزة عودنا الإسرائيليون أن الساعات التي تسبق الهدنة هي أكثر الساعات إيلاما في حروبهم ضد الشعب الفلسطيني تذكر في الحروب السابقة قبيل الهدنة كانوا يستهدفون الأبراج ويهدمون الأبراج الآن لم يعد هناك كثير من الأبراج في قطاع غزة أو لم يعد فيها أبراج لقد تم تهديمها ولكنهم مع ذلك سوف يصبون الليلة جام غضوهم على سكان غزة ولا أستبعد أن يحاولوا تسجيل اختراقات على الأرض بحيث أن تموضع القوات لحظة الهدنة يكون لصالحهم إلى حد ما في هذا المجال وفي ظني أن كتائب القسام وحركة حماس والجهاد والسرايا لهم خبرة طويلة يعني خاضوا حروب عديدة مع الإسرائيليين يعرفوا هذه المسألة يعرفواها جيدا هذا من حيث المبدأ النقطة الثانية نعتقد أن المقاومة ستحرص يعني ما بعرف شو بفكروا أنه آخر رشقة صاروخية تكون قبيلة دقائق من الهدنة للبرهن الإسرائيليين أيضا بنفس الطريقة بأننا لازلنا قادرين على إلحاق الأذى بكم وضربكم في هذا المجال أستطيع أن أقول بلا تردد أن الهدنة جاءت لصالح المقاومة الفلسطينية دعنا نتذكر أو نسترجع سويا ماذا كان عليه الموقف الإسرائيلي في الأيام والأسابيع الأولى لهذه الحرب لا هدنة لا مفاوضات مع حماس سندخل إلى حماس سنقتل قادتها ستندمر قواتها سنحرر الرهائن بالقوة العسكرية المسلحة هذه هي السردية هذا هو الخطاب الإسرائيلي طيلة أسابيع الحرب الثلاثة الأربع الأولى تحت ضغط الرأي العام تحت ضغط الصمود تحت ضغط الفشل في الوصول إلى الرهائن تحت ضغط الفشل في الوصول إلى كادر حماس وقياداته تحت ضغط الأمريكي أمريكا الآن صورتها بالوحل ليست إسرائيل من صورته بالوحل إدارة بايدن الديمقراطية بايدن شخصيا على أبواب الانتخابات صورته في الوحل هناك ضغط أمريكي الهدنة بتفاصيلها أولا هي هدنة وليس وقفة الأقنار وليست حل وبالتالي كل الهدن في العالم بتنطلق من فرضية بقاء القوات في أماكنها ما بصير فيه هدنة بترتب عليها انسحابات أو تراجعات انظر إلى الهدنة التي أبرمها الحوثيون مع السعوديون في قبل عام أو نصر تقريبا أو أكثر قليلا هدنة كلهم في مكانه تعهدوا بعدم إطلاق الصواريخ والمسيرات تعهدت السعودية بعدم قصف الطائرة خلصت الهدنة جددوا هدنة خلصت الهدنة الثانية لا رجعوا للحرب ولا جددوا الهدنة هذا السيناريو لا يجب استبعاده إذا دخلنا في التفاصيل في تفاصيل الهدنة حماس من أول يوم قالت لا تحرير لأي من هؤلاء إلا بتفاوض غير مباشر وعلى قاعدة التبادل بهذا المعنى وضمن وقف الإطلاق النار لفترة معقولة نسبيا تذكر شو كانت الترتيب بالأول كانوا بيحكوا عن ثلثة أربع ساعات باليوم وهذا كانت متبنياء إدارة بايدن الآن انت بتحكي عن أربع أيام قابلة للتمتيد بتحكي عن تبادل واحد مقابل ثلاثة بهذا المعنى وانت بتحكي عن رهائن أو محتجزين مدنيين مش عسكريين وانا بعتقد انه هذا في جزء منه يريح حماس للخلاص من عبء المدنيين هؤلاء في الأنفاق هؤلاء عبء ثقيل على كهل المقاتل والمقاوم اللي من جهة بده يضطر يقاتل ومن جهة بده يضطر يحمي هؤلاء ويخفيهم ومن جهة ثالثة بده يؤمن احتياجاتهم يعني هذا تحدي كبير لذلك بكل المعايير انا بعتقد ان هذه الوزرين قسرت لآت اسرائيلية ثبتت لآت فلسطينية بهذا المعنى نحن نتحدث عن هدن وليس عن وقف اطلاق النار قد تتمدد قد تتجدد لا ندري الزخم الدولي خلف هذه الهدن الى اي حد يعني سيكون ناجحا في تمديدها ولكنها تعطي فرصة لثلاثة شغلات مهمة اولا للصحافة العالمية للدخول الى المناطق المنكوبة في قطاع غزة واعتقد هذا اخشى ما تخشى اسرائيل دريزدن التي كانت نموذج للخراب في الحرب العالمية الثانية اعتقد انها ستكون دان الصورة مصغرة عما يجري في قطاع غزة وهذا سيزعج الامريكيين ويشكل عامل ضغط وعامل انقلاب في الرأي العام الدولي اضافي كل التدمير هذا لم تصل اليه الصحافة الدولية والصحافة العربية الهاب اكثر من عشر تيام بره شمال غزة بره شمال غزة هذا حينكشف فرصة للمدنيين لانتقاط انفاسهم فرصة للمقاومة كذلك لانتقاط انفاسها وترتيب اوراقها وترتيب صفوفها طبعا فرصة للعدو انه ايضا يرتب اموره يعني هذا المسألة على الجانبين على الجانبين لكن في المجمل العام انا بعتقد ان نعم رأيك استاذ ماهر واليوم تعقيدات كثيرة ترافق هذه الهدنة التي لم تدخل حيث تنفيذ وفي شروط في دخولها حيث تنفيذ وحماس كانت من استبقت هذه الهدنة بالموافقة عليها قبل ان يرد الاحتلال الذي وصفه انه قرار صعب لكنه قرار صحيح نعم اولا المسأل خير ثانيا انا يعني اعتقد وهذه من وجه التضرر وهي قابلة للتصحيح او التأكيد او النافي انا اعتقد ان هذه الهدنة لم تأتي بسبب الدبلوماسية العربية والدولية بشكل مباشر ولكن جاءت بسبب ما تعرضت له اسرائيل على الصعيد الداخلي انت تعرف والكل يعرف ان المجتمع الاسرائيلي مجتمع هش جدا ولا يحتمل كلف الحرب على المدى الطويل اذا اردنا الليلة ان نتحدث عن الارقام حين تتحدث عن خسائر مالية يومية للاقتصاد الاسرائيلي 230 مليون دولار وتتحدث عن 810 الاف شخص اسرائيلي خسروا اعمالهم اما بسبب التحاقهم بالاحتياط الاسرائيلي من جهة او لوجودهم اصلا كانت مظائفهم في اماكن تتعرض لعمليات قصف من داخل المقاومة تضطروا ان يغادروا تلك المواقع وحين تتحدث عن 250 الف شخص ربع مليون شخص اضطروا ان يعني يجربوا مرارة الهجرة والنزوح والانتقال من مكان الى مكان حماية لانفسهم وحين تتحدث عن قضية الاسراء وتأثيراتها الخطيرة داخل مجتمع الاحتلال وخسائر البورصة وخسائر السياحة وخسائر التكنولوجيا اسرائيل تتعرض هنا الى كارثة بالمعايير الاسرائيلي تتعرض الى كارثة امنية واقتصادية وسياسية وليس ادل على هذه الكارثة بالمعيار الاسرائيلي وليس معياري ان اسرائيل برغم مرور حوالي شهر ونص على عمليات القصة للشعب الفلسطيني في غزة وجرؤة اسرائيل على الشعب الفلسطيني وليس على المقاومة هي تنطق من الشعب الفلسطيني ومن ابرياء الفلسطينيين تنزلت عليها الرشقات الصواريخ يوم امس وما زالت المقاومة تمتلك ادوات كثيرة في هذا الاطار وانا لا انكر هنا ان انا لا اريد هنا ان اخفف من الام الجرحة ولا ننسى الشهداء في هذا المساء ولا الخسائر المادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة فهي واضحة ولكنها نتيجة لاحتلال طويل للمدى بالمناسبة ايضا احب ان اشير هنا الى نقطة ان الدم الفلسطيني يسيل منذ 106 سنوات منذ وعد بلفور يعني هذه ليست اول المعارك ولا اخر المعارك وهي ايضا الحرب السلسة على قطاع غزة منذ عام 2007 وانا اعتقد ان هذه الهدنة يعني امام عدة سيناريوهات قد تتناقط قد تتحول الى تتمدد الى هدنة ثانية وقد تتحول الى تسوية خلال هذه الفترة بعيدا عن الاعين تسوية ايش تسوية بين المقاومة واسرائيل عن طريق الوسطاء تسوية يعني تؤدي الى انسحاب اسرائيل من القطاع اذا تأكدت اسرائيل انها انجزت على الاقل جزء كبير من اهدافها ديوقف معك مهر هاي مقاش اليوم معلش الكلام هيك بدي يكون شوي مرتاح انجزوا ما انجزوا لا ما انجزوا لا 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 طب هي بتقنع نفسها انها انجزة موافق لا هو سياسيا نتنياهو والفريق العسكري والامني سيحاول ان يقنع مجتمع الاحتلال انه حقق جزء كبير من الاهداف وانه عاد بهؤلاء الاسرة وهو يحمل هنا رسالة الفشل الاساسية بعيدا عن الواطف هنا انه بعد حوالي شهر ونص لم يستطع ان يصل الى اسير اسرائيلي عسكري او مدني واحد ولم يأتي برأس السنوار او رأس اي قيادي من قيادات المقاومة الفلسطينية هو فشل فشلا ذريعا ولكن انا اريد ان احذر هنا من مخاوف محددة ان اسرائيل قد تكون بتاريخها المخادع تريد ان تطبق هذه الهدنة القصيرة من اجل استكشاف حركة المقاومة خلال عمليات تجميع الاسرة واين يتواجدون في هذا التوقيت انت بتعرف طبعا خلال هذه الفترة سيتم تجميع الاسرة واخراجهم من مخابع محددة والقطاعة تحت المراقبة ليلة نهار ربما اسرائيل تخطط لكشف المواقع التي قد يمطيها من خلالها من خلال هذه المراقبة ماهر المقاومة منتبهة لهذا الموضوع بدلالة انه اتفقوا بالهدنة انه فيه ست ساعات يوميا فيش طيارات ممنوع تحليق اي نوع من الطيران يعني فيه مصادر بديلة لذال يعني انا بعتقد اكثر ناس بعرفوا الاعيب اسرائيل هم اهل غزة طبعا ما حدا خاض حروب مع اسرائيل قد ما خاضوا اهل غزة وقد ما خاضت المقاومة من قبل ومن بعد اثنين المعجزة الاستخبارية والسبرانية اللي صارت في السابع من اكتوبر لا تقل اهمية عن المعجزة العسكرية اللي صارت يعني الحرب السبرانية اللي شنتها حماس واللعب الاستخبارية والخداع الاستراتيجي بدلل انه الناس عارفين عدوهم يعني على أقل تقدير لذلك كل هاي المخاوف مشروعة وانا قلت يعني حتى الجمهور الاردني اليوم يعني احتكينا بعشرات الناس في لقاءات عديدة الجمهور الاردني مرتاح من جهة لكنه ارتياح مشوب بالقلق والخوف والقشي على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني من المؤامرة نعم 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 وفيه يعني اذا بترجع على تاريخ السراع العرب الاسرائيلي في اقتطاعات كبيرة صارت من الاراضي الفلسطيني والعربية المحتلة تمت في الهدنة الات نموذجا نعم الات اخذوها غير خطب في فترة الهدنة ولكم ما فيش الات وكان هلا متصلين جغرافيا مع مصر جايكي هذا تاريخ معروف تماما تماما وهذا حتى الهدنة صراع ارادات بهذا المعنى بس انه نتوقع انه سيناريو الهدنة تطور لوقف اطلاق نار انا تقديري شخصيا هذا لم ينضج بعد منخفض طبعا هذا لم ينضج بعد نعم منخفض السيناريو زي ما بقوله best case scenario احسن السيناريو المتوقع انها تتمدد ايام اخرى بهذا المعنى مقابل افراج عن مزيد من الفلسطينيين وهذا ما كشفته الصحافة الغربية اليوم لا هذا جزء من الاتفاق هذا جزء من الاتفاق خمسين بخمسين هذا خمسين بمئة وخمسين ولكن خمسين بخمسين اه مرحلتين لا وممكن عشرة ممكن اذا توفر عندك عشرة نمدد يوم خمسة عشر يوم ونص ما هي بارغيننج يعني مقايضة عم بتصير انا بعتقد انا بعتقد لسه سيناريو وقف اطلاق النار لا ناضج امريكيا ولا ناضج اسراء ونخفض جدا خلينا عشان رايح لي وانت عندك كان حديث واضح في هذا الاطار وكان عندك تخوفات نعم لوين رايحة نعم انت قلقان ست ساعات المقاومة وانت بقول كلام مهم اليوم هم مش طيارة عندهم قمار صناعية مسلطة على غزة ترصدها ثانية بثانية انا شوف علي احنا ما بدنا نتورط من حيث لا نحتسب بالسردية الاسرائيلية او نخدمها من حيث لا نتوقع حتى لو بحسنية يعني هم مش راح يكون فيه طيران اللي هو الطائرات المسيرة فوق القطاع ولكن عندهم هم بداء الأمنية برغم اللطم الأمنية اللي اتعرضوا لها من جانب المقاومة اثبتتها شاشتهم وضعفهم في كل الاحوال اذا انا بدي استثني هذا الاحتمال انه بديم يكشفوا وين مواقع تخزين الاسراء الا انه انا بعتقد ان ان هذه الهدنة اذا جرى تمديدها علينا ان نتذكر ان بقية الاسراء لدى المقاومة هم من العسكريين والتفاوض على الاسكريين يختلف عن المدنيين تماما يعني احنا منحكي الليلة عن واحد مقابل ثلاث منحكي عن النساء وعلى اطفال حين يتتم العملية المفاوضة بخصوص استبدال جنود اسرائيليين العملية مختلفة تماما في الوقت ذاته يعني انا لا يمكن الليلة ان نتجاوز الحقيقة الاهم ان المجتمع الاسرائيلي غرق في بحر غزة بكل ما تعنيه هذه الكلمة دون ان ازين هنا يعني ازين المشهد او احاول ان اخفف من الاضرار التي تعرض لها ابناء غزة في هذه المعركة ولذلك من المؤكد هنا ان تأر اسرائيل من الفلسطينيين في غزة سوف يستمر بانماط مختلفة بينها انماط الاغلاق الاقتصادي حتى لو اسرائيل انسحرت اليوم من القطاع وقامت الاغلاق بواباته وتركت حماس كهيكل سياسي فقط او كهيكل سياسي لديه قوة عسكرية نسميها جزئية او كليل بالذكية بس هي جزئية لان ان خاضوا حرب حرب هاي بتترك عليهم اثار ستواصل الانتقام من الشعب الفلسطيني ما هو اهم ما هو اهم ايضا ان ننتبه الى ما بعد هذه الهدنة والى اليوم الاول الذي سيلي الحرب لان اسرائيل لن تقبل بكل تاريخة يعني العنجهي وما رأيناه من تمريغ لتاريخة في الطين هذه الايام ان تظهر بصورة الخاسرة وان كانت هي خاسرة على ارض الواقع بس هي خسرت عشان نتفك نعم في اخر حربين مهلا شخان بس خذوني بحيكم اخر حربين في الشجاعية خسرت في غزة نعم نعم طبع وفي جنوب منها خسرت اخر معركة خذوها خسروا انا بدي يعني اذهب اوعد من ذلك فضل في ميدان المعرك الاخيري من السابع لاكتوبر انا بعتقد قصة فشل صحيح مهل ومنحوا هذه المهل وغططهم الولايات المتحدة بكل ما تملك من قوة تأثير في العالم قولوا حتى الان ما لا رجعوا براس السنوار ولا رجعوا بالاسرة بعدين بدي اقول لك دخيلك يعني انا ووصلوا للسنوار طب ما وصلوا للشيخ احمد ياسين طب ما وصلوا لعبدالعزيز الرانتيسي طب ما وصلوا للجعبري وصلوا لكل القيادات السياسية والعسكرية في حماس في مراحل مختلفة وكل جيل بيجي من هذه القيادات اكتر تصميما واكتر مهارة واكتر دراية واكتر استعدادا للتضحية وللقتال من الجيل اللي قبله قبل كم سنة من كان يسمع بالسنوار ولا حدا اذا انا في رأيي هذه مرات محاولة لتقزيم الاهداف جايف كيف انه ده في صن الافلان احنا خلصنا لا ما خلصتش يا سيدي في امامك مشوار طويل وفي مثل متايل وفي بدل وبدائل اسرائيل انا في رأيي اذا بدك ترجع للتاريخ الابعد من سبعة اكتوبر دخلك بعد سبعة وستين في حرب اسرائيل حققت فيها انتصار مش ملتبس على الاقل موضع شك انه انتصار قابل للتأويل من الكرامة صحيح لحرب الاستنزاف لحرب اكتوبر لحروب لبنان والانسحاب دون قيد او شرط من جنوب لبنان لحرب تموز لحروب غزة دلني على واحدة من هاي الحروب اسرائيل خرجت بها بانتصار شبيه بالخامس من حزيران لا كلها حروب ملتبسة كلها ملتبسة او هزائم وانكسارات احنا اللي بدنا نغذي في اذهاننا وهم بدهم يغذوا بأذهاننا انه هذه الدولة لا تنكسر لا تنكسر طيب يا سيدي لبنان مش حرقوا استراتيجية الضاحية ودمروا بحرب تموز الفين وستة بالاخير طلعنا على الف وسبعمائة واحد سبعمائة واحد قيد حزب الله اضعف حزب الله خفف قدرة حزب الله على التساق حزب الله الضاعف مرات عديدة منذ حرب تموز لحتى يومنا هذا مرات مرات عديدة الضاعف اتقوتك ولما قرر بد يدخل مناوشات ضمن قواعد اللي بتشوفها الان في جنوب لبنان ضمن قواعد الشرح حطوا اليونفيل حطوا اليونفيل بالغرف وسكروا عليهم قالوا لهم اعطيكم العافية خليكم هنا بامان ما لكم مش علاقة ببقية المنطقة والان بروحوا بيجي بصول وجول في الجنوب لا الف ومئة وسبعة لا الف وسبعمائة واحد ولا غيره اذا هذا السيناريو خلينا نفكر فيه يمكن ما يكونش مرجح كتير في الحالة الفلسطينية في حالة غزة في هاي المعركة بالذات بس كمان استبعاده كليا او صورة مشابهة لإله لا يجوز لغاء هذا الاحتمال وانا بدي اقول لك يعني المقاومة وغزة ادت قصطها للعلا لو في حاضنة عربية بالسياسة وفي مجلس الامن وفي الاتصالات السياسية بنصلش لسيناريو احسن من الف وسبعمائة واحد بنصل بس للأسف في جزء كبير للدول العربية كما تعلم وكما يعلم كثيرون بديش حملك المسئولية كما يعلم كثيرون انه في كثير دول عربية تتمنى اللحظة اللي تجهز فيها اسرائيل على حماس طيب رأيك مهر انقل الحبار لا 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 نظهر بصورة المتعاكسين ليس متعاكسين بس اليوم انت الهدنة بتحكي اليوم العالم شكر قطر ومصر على الهدن يا سيدي هاي دبلوماسية شغالة وكانت اسرائيل تستغل كل هذا الوقت الكلام عن الدبلوماسية وعن الحلول السياسية وعن صفقات اطلاق الاسرة لمحاولة انجاز اكبر قدر ممكن من الاهداف هذا والله العظيم لم يحدث لم يحدث بكل المعيير انت عليك ان تقرأ بشكل عميق وغير عاطفي خسائر الطرف المقابل وان تقرأ ايضا قدرته على الاستمرار الطويل حتى في ظل الدعم الغربي والصمت العربي وحتى في ظل الاسوات التي تظهر من جانب المسؤولين الاسرائيليين وكانهم في معسكر واحد وهناك تباينات شديدة داخل المعسكر الاسرائيلي وهناك انقسمات وايضا نتنياهو يديم الحرب من اجل تحقيق الاهداف التي اشيرنا اليها هذه الليلة ومن اجل المرحلة التي تتعلق بما بعد الحرب يريد ان يعود الى مجتمع الاحتلال في صورة البطل الذي حقق انجازات كبيرة وهذا لم يحدث الهدنة حتى في تحليل نصوص الهدنة حتى وان كانت تبدو مؤقتة الا انها في موازين القوة تعبر عن نقصة اسرائيلية كبيرة وفشل وعجز اسرائيلي وسوف نرى خلال الفترة المقبلة على ما اتوقع تداخلات عربية ودولية بشكل اعلى لتمديد هذه الهدنة ضمن سياقات طيب يصلك سؤال ثاري ما والله ما السؤال المهم فضل هل من مصلحة برغم كل المعاناة في غزة الدول العربية تريد وقف الحرب لاعتباراتها لكل طرف لديه اعتباراته واهل غزة دفعوا الثمن ولكن هل هذا هو السؤال من هل من مصلحة المقاومة الذهوب الذهاب الى هدنة طويلة المدى او الى تسوية ام قطف اتمار هذه العملية وعدم التراجع تحت تحت عنوين مثل صفقات تبادل الاسرة هذا هو السؤال المهم بصراحة انا بدي اضيف النقطة ده سمحت لا معلش دقيقة من ايش قصدك من ايش خائر لا مين الخائر ولا من ايش قلقان لا مش قلقان اليوم ممكن انت اليوم من هدنة قابل للتمديد مش هيك هذا معلن لا لا وده ما هذا شو المشكلة اذا ستقني في القتال شو المشكلة القتال متواصل لا لا انا بقصد هون نقطة كثير محددة المقاومة واهل غزة بعد كل هذه التضحيات من الشهداء والجرحة وهم احسن من كل مليارين عربي ومسلم يجب ان يقطفوا التمرة النهائية لكل هذه التضحيات اي ثمر؟ شو ثمر برأيه؟ الثمر السياسي التي تتعلق بكل شعب الفلسطيني غزة هنا كانت تعبيرا مكتفا عن قضية الشعب الفلسطيني يعني الذين يديرون الحوارات في الرأي العام العربي بشكل عام يركزون كثيرا على فكرة التنظيمات المقاومة هذه حرب على الشعب الفلسطيني تكاثت فتحت عنوين هذا الفصيل او ذاك ولكنها حرب لعادة انتاج هوية الشعب الفلسطيني وقضيته ومن هنا لا يمكن ان نستغرق فقط الليلة في قياس يعني حجم ارباح حماس او خسائر على سبيل المثال ويجب ان تنظر الى هذه القضية كون هذه الحرب فاصلة ومختلفة تنظر الى فاصلة هاي الحرب برأيك انا برأيي فاصلة جدا ومختلفة عن كل الحروب التي شاهدناها صادقة والاستاذ عرايب هلا قبل شوي قللك قررنا بكل الحروب حتى سنة السبعة وستين وانا ابدأ قارنها بقارنها بالحروب اللي صارت على القطاع خلاء من الفين وسبع على اليوم هي مختلفة جدا ومن انا نبدأ انظر من هومين عمان ومن الخطأ انه نعتبرها بلس حرب على تنظيم والابرياء راحوا بالرجلين وانه ممكن نوصل لحافة الحلول بنفس الطريقة التي شاهدناها في الحروب السابقة صدر يعني انا ماذا يعني ان تنتهي الهدنة وانا قود الحرب يعني انا بدي اقرأ المسألة بعيون اسرائيلية ويش يعني كيف كيف تعامل الاسرائيليين مع الهدنة ليلة امس كانت ليلة كابوسية بكل معنى الكلمة على نتنياه حشد كل ما يمكن ان يتتخيل من المبررات من اجل اقناع الحكومة بالتصويت على هذا القرار الضغوط اللي عم بيواجهها من قبل اهالي العائلات المختطفين والمحتجزين الاسرى والاسرى لدى حركة حماد في اسرائيل التقييم العام في اسرائيل ان من تلاعب بهم وجاء بهم بالتوقيع على هذه الهدنة رغم انوفهم هو يحيص النوع اقرأ الصحف الاسرائيلية كلها تتحدث عن نكسة اسرائيلية اذا هم مقيمين هيك انا شو بدى قيمها هيكي انا قبلها بتقيمهم بديش اكثر من هيك هذا اولا ثانيا اللي بحكيه ماهر صحيح مية بالمية هاي سردية مش بس عربي هاي سردية في اساسها اسرائيلية طبعا بس عم تنقل بلسان عربي غير مبين لا غير مبين على الاطلاق هاي سردية اسرائيلية انو احنا فيه تنظيم الارهابي بدنا نطرده وفيه كولاترالدمج اضرار جانبية المدنيين مضطرين زي ما بكل الحروب بالعالم هاي سردية اسرائيلية هاي حرب اسرائيل على الشعب الفلسطيني على القضية الفلسطينية العين على الاقصى والعين على القدس والعين على الضفة الغربية الكل بدي يفهم هاي الحقيقة ولي ما بتصرف في الدبلوماسية وفي السياسة في كل شيء على اساس انو هذه هي المعركة بيبقى غلطان هاي حرب على الامن والاستقرار والسيادة المصرية هاي حرب على الامن والاستقرار والسيادة والهوية والكياني الاردني ما الها معنى اخر ما الها معنى اخر ولي عندي شكوك في ذلك يرجع يشوف فالقرائط العمق الطير في اسرائيل والارشادات لسكان الضف الغربية وين يتوجهوا في قادمات الايام اهل الشمال روحوا على عجلون واربيد اهل الوسط على عمان اهل الجنوب روحوا على الكرك عند قرائبكم وحبايبكم واخلصنا من هذا الموضوع اذا هي كاشفة وهي فاصلة وهي ام المعارك هذا ما بدأت بي اليوم محاضرتي حيث ما كنت قبل قليل كاشف بمعنى ان هذا كيان بعلمانيه ومتدينه باشكنازه وصفارديه هذا كيان تلمودي قائم على نبوءة اشعية استعباد هذه المنطقة كل الزيف العلماني والليبرالي والديمقراطي سقد في عواعده وتكشفه عن محاربين دينيين وهذا كيان قام على مفهومين الاسطورة والمجزرة تاريخ مجازر واساطير وهذا تكشف في غزة على ابشع ما يكون وهي بهذا المعنى فاصلة لان ما بعدها لا يشبه ما قبلها لا يشبهها اي حرب في تاريخ الصراع العرب الاسرائيلي وليس الفلسطيني وهي ام المعارك لانها سترسم مستقبلا اخر لفلسطين والصراع الفلسطيني الاسرائيلي وللاقليم وللنظام العالمي الجديد وهذا مش كلامي هذا كلام بايدن هذا كلام بايدن هذا كلام الاميركان هذا كلام الروس الروس بيقولولي انه كنا نظن النظام العالمي الجديد سينبتق من يوكرانيا الان اكتشفنا ان النظام العالمي الجديد سينبتق من اضيق واصغر واكتب بقعة في العالم لا ترى من الفضاء اسمها غزة اللي ما بيشوفه المعركة بكل هاي الابعاد بايدن طلع قل لك انه هذولا عم بيعملوا بديمهدوا مسار التطبيع العربي الاسرائيلي اللي اشتغلنا عليه انه عشر اسنين اللي اشتغل عليه وانا بقول لك صاح بديمهدوا ويريت ينجحوا في هده هذا مسار خطير على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته هذا المسار هو اللي خلى نتنياهو يتمجح قبل الحرب بايام ويقول اني انا طبعت مع 98% من العرب الاربعمية اربعمية وخمسين مليون الفلسطينيين كلهم اثنين في المية من العرب بيجيهم الدور بعدين بيشوفهم في اخر شيء بيشوفهم قالوا له الفلسطينيين في غزة من هنا نبدأ من فلسطين فلسطين اول الكلام فلسطين اول الرصاص فلسطين هي العقدة لو بتروح بتلف كل العالمين العربي والاسلامي اذا منحلت قضية فلسطين ما في تطبيع هذا اذا لم ننظر للمعرك كما هي والمعرك الان عم تظهر سياسيا اللي بيحكيه ماهر برضو يعني ماهر بيحكي من منطلق انه بدك انجاز للشعب الفلسطيني مش تهدي او بكرة اعادة اعمار ومساعدات انسانية وشوي وغزة ودرمة دخل اكثر هذا مش وارد فلسطيني بدهم مش تطحينه سياسيا هذا مش وارد هذا مش وارد اين تنعقد المعركة السياسية الان على ماذا تدور المعركة السياسية الان الغرف المغلقة السوداء في بعض عواصم التطبيع العربي عم تشتغل عبر مرحلة ما بعد الحرب عم تشتغل على ستركتر جديد بنيان جديد لسلطة فلسطينية متجددة زي ما طالب بايدن ونقلة نيويورك تايمز عنه يا ايكي شو سلطة فلسطينية متجددة سلطة تنسيق امني على نطاق اوسع اكتر فاعلية الاخرية اتمد ولايتها الى قطاع غزة الان وهنا ينبغي توفير شركة امان سياسية للمقاومة ينبغي توفير شركة امان سياسية لغزة الان وهنا يجب البحث في اطار قيادي طارق مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطيني يضم الكل الفلسطيني بما في حماس والجهاد يتولى ادارة المعركة السياسية اذا فيه بدك مدد عربي اهلا وسهلا تحت المضلة الفلسطينية تحت المضلة الفلسطينية اما انه الله شو اسمه يكسر جمل مشان طعمه واوي فهذا ليس خيارا وانت عارف مين الجمل وعارف مين الواوي تفضل يا سبا والله انا بدي اعلق على النقطتين مهمات تفضل يعني كثير تقرأ مقالات او تسمع تصريحات من نخب مختلفة انجاز تسميتهم بالنخب بيقولك اننا نحن نحذر من الحرب الدينية يا حبيب ما هي حرب دينية يعني اسرائيل كيان توراتي يعني كيان بالاساس جذره توراتي واسمه توراتي وحربه دينية انت جاي تحذر من حرب دينية يعني انا بدي اتخلى عن كل المغذيات اللي بتغذي شخصيتي كانسان عربي ومسلم واردني وايا كانت جنسيتي المغذيات اللي بتخليني اقدر اقيم هذا معي او ضدي اتخلى عنها عساس اصير يعني بدون او بلا واقول انه ما بدي حرب دينية ما هو الطرف الاخر حربه دينية علي والدليل على ذلك اننا الان وسط الدم وخلف الضجيج الذي نسمعه الضجيج الصواريخ وما يجري في غزة اغلب عيون المنطقة العربية تتعامى عما يجري في مدينة القدس تحديدا مدينة القدس الان هذه الايام تتعرض لمضايقات شديدة اهلها لا يخرجون من بيوتهم تجويع بشكل متواصل اغلبهم لا يذهبون الى اعمالهم المجد الاقصى يا استاذ محمد اللي هو درة فلسطين والعالم العربي والاسلامي يعني بالاضافة الى ماكن اخرى تحت الخطر الان لا تستغرب باي لحظة برغم كل القلف التي دفعتها اسرائيل ان تفتح ثغرة داخل الحرم القدسي في اي توقيت وفي اي لحظة ويتم تفجير احد المسجدين او حدوث شيء داخل المسجد الاقصى او حتى الاعتداء على السيادة اوقاف القدس المدارة من الاردن تحت عنوين مختلفة ان هذه الافعال تورطت بها طواف مستوطنة او متدينة او متطرفة اي اي انشئت هذا يعني ان المسارات المتوازية في هذه الحرب المسارات المتوازية من غزة يجب ان تأخذ انتباها كبيرا منها ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الاقصى وما يجري ايضا من عملية واسعة في الضفة الغربية واعتداء على مدن الضفة الغربية تهجير ماهر من منطقة جيم لمنطقة الفباء 1500 تهجروا من اكتوبر 7 اكتوبر لليوم من الغور سفوح القدس الشرقية مسافر يطا في القليل 1500 صاروا مهجرين المناسبة حتى سيناديو التهجير يعني انا 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 تفهم الظروف تم جزئيا داخل قطعة غزة حين تم ترحيل السكان تحت وطط الصواريخ من مكان القطاع الى مكان اخر هاي بروفا انا بحكي لك هاي بروفا لامكانية تحريك مجموع بشري وهي نفس البروفا اللي عمالها بتصير هلا زي ما بيحكي الاستاذ عريب من منطقة الى منطقة وحتى انا ابدأ اقول لك كلمة خطيرا هذه الكلمة هي تفسر سر التوتر الاردني الشديد جاذبية التهجير نحو الاردن اعلى بكثير من مصر والسبب ان المناطق سينا جيم المحاذية اللي رفع المناطق الفلسطينية هي مناطق صحراوية ولا يوجد فيها خدمات ولا اي جاذبية سواء النجاة بالحياة بينما المناطق الاردنية المحاذية لنهر الاردن وللحدود مع فلسطين مناطق مزروعة فيها خدمات وفيها مواطنين اردنيين وايضا اغلب سكان الضفة الغربية يحملون جوازات اردنية مؤقتة وعمتي رح تيجي عند خالتي نهاية المطاف وايضا للاردن تاريخ وجذور موجودة اصلا داخل الضفة الغربية اذا سمحت لي وايضا اهل الضفة الغربية يسافرون ويتعالجون ويدرسون ويعرفون مدن الاردن كما عرفها انا وانت هناك جاذبية للهجرة كبيرة وان كنت هنا انقل لك هنا في هذا المساء يعني احتجاج اسماء كثيرة مهمة داخل بعض الجامعات الفلسطينية والاعلام الفلسطيني على كثير تبداد موجة التهجير ويتصلون بي وبغيره ويقولون نحن لن نكون بهذه السهولة لنخضع لارادة الاسرائيلي حتى احد الدكاترا الاكاديميين المهمين في جامعة النجاح في نابليس قال لي ليش بيظلوا تحكوا هيك انتو هو احنا قطيئة غنم يلا اطلع بالباسطة اتسلاح راح اطلع وظل مترحل جاي عشونه العملية اصلا مدير نضفة مقطعة وعملية تجميع السكان بهذه السهولة عملية يجب ان نحللها بشكل جيد وهي غير متاحة على طريقة التكتل البشر الموجود الان في جنوب القطاع ولكن في الاجمالي في الاجمالي انا اقول لك الليلة وان شاء الله اني ما بكون اخضع للعواطر ان اسرائيل دخلت توقيتا مختلفا منذ تأسيسها اولا وثانيا التورط في الهدنة بلا نتائج للشعب الفلسطيني امر خطير وثالثا ما تريد اسرائيل تحقيقه من هذه الحرب على غزة اعادة انتاج الهوية الفلسطينية والوجه الفلسطيني واعادة انتاج وجه منطقة الشرق الاوسط حتى نتنياه اذا تتذكر حكا ان هذه الحرب ستعيد صياغة وجه الشرق الاوسط والمنطقة ولذلك نحن هنا الليلة في حساباتنا الاستراتيجية اذا كنا ننظر الى الارقام حتى لا تتحول الحرب غزة لمجرد ارقام ولا اليوم شهده 14 الف بكرة 15 الف اليوم هدم برجين بكرة ثلاثة ولا سبع شهده بكرة تسعة حتى لانا نتورط فقط في لعبة الارقام علينا ان نقرأ جيدا الاخطار السياسية الاستراتيجية طويلة المدى ويدار الموقف من هذه الحرب باعتبارها حرب على الشعب الفلسطيني وانا اذا سمحت بخاتمة بخاتمة سريحة اهل غزة لا يدافعون عن انفسهم يدافعون عن الشعب الفلسطيني وهم الخط الاماني للدفاع عن المشرق العربي كامل وسواء صدق الناس ذلك او لم يصدقوا هذا هو الواغر وسوف تثبته لك ولغيرك الايام بس خينا نتفق سوية لانه حماس اعلنت ان اهدافها من هذه المعركة هدفي طبيعي سجون حماية اقصى غلطان حماية الاقصى لحاله حماية الاقصى لحاله عملية مستمرة انت تحكي حماية حماية ماشي بس ان اليوم انا بقول لا لا اجندة حماس يعني نعم هم اختصروا بالمسرة والاسرة المسرة والاسرة يعني اختصروا الموقف لكن هذا من ضمن تداعياته اعادة القضية الفلسطينية على جدوى الاعمال على صدارة جدوى الاعمال العربي والدولي صحيح يعني هاي نقطة كبيرة بس انا بدي اصديقا لكلامك في بداية الحلقة الان يشهد شمال قطاع غزة وخان يونس قصفا شديدا من الاحتلال قبل ساعات لا 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 ليلة حتكون داميا انا بقول لك احنا عنا خبرة معهم يعني مش اول حروب اعنف الحروب واكثفها بس مش اول حروب ولا اخرها لكن انا بدي اقول لماهر نقطة مهمة اعتقد انا مش غايب عن باله الفلسطيني ادرك بعد 75 سنة من النكبة ان النكبة لم تكن في ضياع الارض وانما في هجرة السكان لك ان تتخيل سيناريو لو لم يحدث التهجير في 48 كان الان فيش اسرائيل فيش اسرائيل ظلوا 120 الف اسرائيل عاملين كابوس هلأ مليونين هلأ فلسطين التاريخية الانتدابية الفلسطينيين فيها اكثر من الاسرائيليين اليهود ب300 الف الآن انا بحكي لك سيناريو الهجرة للظفة الغربية انا يعني حتى ما نستثن انه الفلسطيني يعني زي ما قال لك الاستاذ الجامعي في النجاح يعني مش محضر البؤجي تبعته وجاهز يطلع شفناها ب 2014 في غزة كسروا الجدران مع مصر الفلسطينيين طلعوا عملوا شوبينجو ورجعوا طلعوا تسوقوا ورجعوا ناموا في غزة يمكن مرة هاي الظرف اصعب شوية لكن الفلسطيني تعلم الدرس بالطريقة الصعبة الآن الآن انا في رأيي بتظهر في المعركة السياسية كل اهداف هذه الحرب سواء من الجانب الفلسطيني المقاوم او من الجانب الاسرائيلي او من الجانب الامريكي الدولي بهذا المعنى اللي غايب حتى الآن يا صديقي العزيز وين المشروع الفلسطيني في هذا المقاومي قالت كلمتنا الامريكا الاسرائيليين بدهم تهجير بلام الف خطة الف عندهم تهجير تدمير حماس احتلال قطاع تجريفه تحويله الى باركينج ملحق بمستوطنة غواجدان هاي المشروع الاسرائيلي في غزة مش هيقدروا عليه وبعرفوا ذلك ومش مقبول دوليا ولا عالميا بنزلوا على مستوى ادنى في هذا الموضوع اللي هو ترتيب امني يحفظ لاسرائيل حرية الحركة في قطاع غزة سلطة عميلة محلية مش مرتبطة برمالله حتى حتى رمالله بدهم مش اياهم في غزة جايف كيف هذا الترتيب الاسرائيلي الان اللي بيشتغلوا عليه تيجي انت على الولايات المتحدة الولايات المتحدة قالت لك اربع نقاط لا احتلال دائم لغزة لا اقتطاع من غزة لا تهجير قصري للفلسطينيين مستقبل غزة مع الضفة الغربية في اطار حل الدولتين هذا بفتح مدخل اننا نحكي سياسة في مع المجتمع الدولي رغم ان انا لا اصدق الامريكان وبعرف ان هاي لعبهم مناورة وما في عندهم اجابة على سؤالين جوهريين هل في اسرائيل شريك لحل الدولتين قطعا لا مستحيل هل في امريكا ادارة الان او من مستقبل مستعدة تخوض معركة مع اسرائيل مشان تلزمها بحل الدولتين قطعا لا لا وبعد الانتخابات قطعا لا جايل كيف اذا هذا بس على الاقل هذا ممكن نبني عليه احنا المطلوب الان في مبادرة اطلقها اسمعيل هنية نقاط اربعة مطلوب الامر رمال لا تستقبل هاي المبادرة قال لك اول شي وقف اطلاق نار كامل تبادل شامل الاسرة رفع الحصار بفتح المعابر والمساعدات مسار سياسي انتهي لدوله هذه الرسالة لابو مازن مفروض لم يلتقطها له ولا غيره وحاولوا ان يقتلوا هذه الرسالة بالصمت بالصمت عنها المطلوب الان مبادرة فلسطينية مدعومة عربيا اطار قيادي مؤقت للشعب الفلسطيني زي ما عملت اسرائيل حكومة الطوارئ فيها الكل الفلسطيني بتشكل شبكة امان للمقاومة الفلسطينية تتولى ادارة كل هذا الملف بشبكة امان عربية هذا الذي ينبغي ان نعمل عليه هذا هو السيناريو الذي يخدم الشعب الفلسطيني ويحول مكاسب غزة الى مكاسب سياسة بدقيقة ماهر بدقيقة انا اعتقد الى اين تتجه الامور انا دور السلطة الوطنية دور في غاية السوء وفي غاية الخطورة كل مهماتها الان هي تربيط الضفة الغربية ومنع انفجارها بذريعة ان انفجارها سيسهل الاسرائيلي يعني الهجوم عليها وتنفيذ هذه السيناريوهات وانا اقول لك هذه الليلة ايضا وستعود اذكرك لاحقا واطلب منك العودة لهذه الحلقة السلطة الوطنية بشكلها الحالي وغيادتها الحالي ستكون الخاسرة الاولى مع نهايات هذه الحرب وبعد هذه الحرب بسبب حجم الكراهي الموجود لها بين اوساط الفلسطينيين وعدم قبولها دوليا وعدم قدرتها وعربيا وعدم قدرتها ان تكون سلطة موجودة تأتي على طريق جيش لبنان الجنوب على الذبابات الامريكية او على نموذج قرضاي في افغانستان تدخل الى قطاع غزة عليك ان تتخيل الان كل التساؤلات تناقش ماذا سيحدث في القطاع بعد هذه الحرب انا اقول لك هذه الليلة ان الوضع بات معقدا جدا وما بعد الحرب اسوأ من الحرب لانه حكم محلي بديل في مجتمع مسلح ويعني دو قوة زي مجتمع الغزيين من شتى مدن فلسطين هم اصلا لانه 64% منهم من مدن 48 سيقومون بتصفية الحكم المحلي العميل الاسرائيل والسلطة لن تستطيع الدخول الى غزة لوجود ثرات قديمة من 2007 حتى هذه الايام وقوات عربية ودولية لن تكون مقبولة وبقاء اسرائيل مكلف على اسرائيل في القطاع ولن اسرائيل الان قد تبيع للاسرائيليين رواية اننا دخلنا ودمرنا قطاع غزة وآدينا الفلسطينيين ولكن انفجار الاكبر الذي ستواجهه هو ما بعد هذه الحرب وبشأن تعقيدات غزة الى درجة ان بعض المحليلين الاسرائيليين يعني بلغ بهم الجنون لمرحلة يكتبوا مقالات للصحافة الاسرائيلية وطالبوا باقامة جزر صناعية مقابل شواطر البحر الابيض المتوسط لترحيل الفلسطينيين من غزة الى هذه الجزر لابقول لك اقل كلفة اقل كلفة نعم هذا السيناريو الاقل كلفة طيب ننتظر ما سيكون في قادم الساعات وذكر ان قطاع غزة يتعرض لقصف جوي مكثف من قبل الاحتلال في هذه الاثناء وقبيل ساعات من دخول الهدنة ساعاتها الاولى يوم غد الخميس اشكركم ضيوف الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة